السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيناكم بفيديو جديد باتش نوتس 9.4 الباتش نوتس هذا يا شباب صغير كده كالكوع ما فيه ما فيه حاجات مرة مهمة كبيرة إلا الرون تشينجز حقا الكونكورر بس عامة لاتس دايف على طول ونخلص كارثوس أخيرا نيرف ما هو نيرف اللي اكشلي هو تاني نيرف أظن يسوه سوى الباتش اللي فات سوى نيرف ما زال الويف كلير حقه كويس في الجنجل ما زال حنشوفه في الجنجل أنا ما زلت أبنده في كل قيم صراحة لأنه متعب لأنه أظن يحتاج نيرف على الار حقته على الالت حقته زيادة عشان نقدر نرجع للوضع الطبيعي اللي كنا فيه بس في كل الحالات بداية خيري نعتبرها لوسيون نيرف الدابري حقته غيروا المانا كوست من 50 ل70 والبيس دامج حقها من 85 ل75 طبعا هما داير تارغيتين كل تقريبا ثلاثة أربعة عالم في بداية الجيم صاروا يبدأوا على أساس المانا ريجين يش اسمها الرون فيبغوك تتأثر مرة كثير لما تستخدمها في كل الحالات لوسيون ما زال ممتاز الدامج حقه من رعالي البلد حقه ما زال كويس كل اللي يحتاج تسويه إنه والله هتتعامل مع المانا ما نجمت حقته أحسن شوية بس ريكساي بيتو كواليتيوب لايف بس برو من رواطي دائما الناس تحتاج يعني تكري حتى لو تفيت يعني لأنه الـ ما يكون مرة كويسة إلا إذا كان يعرف يستخدم الـ إذا كان الـ تيما اللي قدامه في عندهم التيات مرة كويسة بيقدر يستفيد منها وشفناها في أجيام كثيرة يعني شفتنا في أجيام حق غريفن قدام مدرمين كان قدامهم أليستر كل شوية طبعا هو مفرم كويس ما ياخد الأيتم شاكاته كويسة ما يشتري أيتم زي الناس وكل شوية ياخد الألتي حقه أليستر يفك الألتي حقه أليستر يدخل في وسط الزحمة ويساوي الدعميش حقه كله هادي الحالات الوحيدة اللي في سايلس يكون مرة كويس فيها طبعا في سواره كيو ما بيشوك نعم في سواره كيو كل شوية واحد يختاره طوب ويلعب فيه يفيد التيمة اللي قدامه تبغى تبنده بس عشان التيم حقك ما ياخده في كل الحالات سايلس ما زال عندردوغ الناس لسه ما اعترف تلابه كويس ما حتمكن منه كويس وفي نفس الوقت يعني السادس حقته ما هي واضحة فهما بيحاولوا يساولوا بالانس نس 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 الكيو ساولها بف بسيط الرينج حقه زاوه الدبليو نقصوا الهي الحقه نقصوا البيس الحقه ففيه نيرف يعني الليت كيم النيرف ما هو مرة كبير بس انه ساولها نيرف وانا اظن انه الدبليو المفروض تتنرف لانه في الليت كيم لو ما خصبير تفزاج وعنده فل اي بي الرايشيو حقه تمرة عالية يديك يخش باقي له بار واحد يديك واحدة وصار فل هلث شي يفجع صراحة فا اي تنك ديس اكسبتابل هاي جاك ما عد سار ياخذ الترات اجرو لما يسوي الالتي حقته على واحد وهذا بفروض من زمانه ثريش سوو له نيرف على الكيو الكوست حقه المانا زودوها من ستين لسبعين اظن سووا النيرف هذا عشان ثريش مرة دغم انت في في البرو في الالسي اس التغيير هذا ما هي اثير عليه ولا اي حاجة نهائيا تريش مازال جدا ممتاز كل اللي صار انه الكيو حقتك لو ضيعتها زيادة ارقوت تاني باتش يسوله نيرفات ارقوت كان مر او بي اللي فات نسوله نيرف جامد قال لك النيرفات اللي صغناها ما تكفي عشان تطلعوا من الميتا نبغى نطلعوا من الميتا لانه متعب من يعرف ليش صراحة هو عامة كل الشامبيونز اللي يكونتروا برا الميتا فعشان كده هو صار مرة كويس في الميتا في كل الحالات تشوفوا فلسي اس و فلسي كيف هذا كل جيم في ارقوت فهذا اللي يسووا ادولوا بوف تاني والبوف هذا تقريبا نيرف سوري تاني والنيرف هذا تقريبا معناه اكيد حيطلعوا من البرو سين وحيطلعوا انا فسوره في كيوب صراحة ما شفت ارقوت مرة كثير اللي في حالات خاصة فالناس ما كانوا يحبوه for whatever reason بس في كل الحالات التغيير هذا احتمال كبير حيطلع ارقوت من الزفت اللي هو كان فيه او الاداء العالي اللي كان فيه ياسووا بعد التشينجز حقت الاي صار مرة او بي صار البان ريت حقه مية في المية هالدولوا نيرف بسيط نزلوا التاك دامج حقه بي ستاتس من 63 ل 60 في بداية الجيم الكيو تيمبست الكريتكال سكريت دارة مجد نقصه من تماما في المية في المية ما زال فيري او بي بليز لو سمحتوا يا عيال بان ياسووا ما تبغى معك ولا تبغى ضدك لانو لما نيجي معاك حيجي واحد منوى بيفيد اللي قدامه يفود مش يفيد يفود يعني هذا يفيد مكعب اوكي ولو جاء قدامك حيجي او بي التيم حقك حيفيد وحيجي يديك 3 او تو اتاكس كريت كريت مع كيو تموت من دوم ما يسوي عليك بليز بانهم زد التيم حق زد هذه صراحة ما كانت يعني كانت جدا مستغربة زد من زمان ما شفنا فلسيس ما من سيزون 4 اظن ما شفتوا فلسيس التيم حقك اللي سووها مرة كبيرة اعطولوا بف على بيستاتس حقه على تاكس بي اعطولوا بف على الكيو دامج اعطولوا بف على الرينج حق الدبريو شالوا بس شالوا بانه اللي هي الفاكرين كل ما تقتل احد بالتي كان يجيك اداك دامج زيادة بيرمننت طبعا الزدزة اللي كانوا يقتلوا كثير كان ممكن يستفيد منها بس الزدزة اللي بيلعب على اساس يوصل الليد جيم الليد جيم دائما كان يكون behind to a certain extent التغيرات هذه احتمال كبير احتمال كبير مو ترجع الجيم بقوة زد اظن سيشير او بي صراحة اظن يمكن نشوف زد مرة تانية في lcs لما نشوف فاكر يلعبه مرة تانية سيتمبسط اصلا فاكر ما طلعه الكبير الا على الزدزة اللي سواها بكل الحالات اعتقد ان هذا بف على زد و اعتقد ان نرى هم المين زدزة سيتمبسطوا منه مرة كثير كونكرر شاعلوا النظام القديم حقته اللي بعد اربع ثواني ان تزود لك تزود لك 35 اتاك دامج وبعدين كانت تسوي دامج بعد ثلاثة ثواني غيروها كمبليتلي لحين كل دامجين اتاك انابلتي ايش معنى؟ اي ضربة تسويها و كونكرر شغال او كونكرر موجود هتدي من ثلاثة لخمستعشر ادابتف دامج على حسب انت اي بي ولا اي دي و في نفس الوقت تتستك خمسة مرات يعني كل اللي ضربة تسويها اتويل ستاك الماكس حق الدامج حيصير كده و 10% من الدامج اللي حتسويه حيصير فصار فيها ساستين وصار فيها انكريس دامج فهادي يعني ما زالت مرة ممتازة لكل البروزرز اللي يحبوا يتضاربوا الفترة طويلة مو بيرست بروزر يجي يدخل سوي بيرست و يطلع نفس الشامبيونزال اللي كانوا ياخدوهم ريفن رينكتون ما ادري الصراح اذا فيه شامبيونزال طبعا ياسوه توب ما فيها كلام اللي يجلس كثير في تيم فايت اتضارب 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 و في نفس الوقت بتأطيله ساستين مو طبيعي اظن اول ما نزلوا البالتش بعدها بيوم شاف انو العداء حقها مرة جامد فقابوا سولوها نيرف على السريع اوكي سولوها نيرف مرة بسيط من ثلاثة لخمستاش الاثنين لعشرة انا من يوم ما شوفناها رجيت عشان تشوفوه تاني يوم على طول نزلوا نيرف بسيط لها اللي انا ملاحظوا برضو كل الادسيز بياخدوها عشان صار فيها الهيل بيصير بدل ما تاخد بدل ما تاخد الفليت فوت عشان صار تاخد هادي و في نفس الوقت اذا انت من الشامبيونز اللي تقدر يو اوتو اتاك كتير بالذات في الايرلي جيم في الليينينج فيز انت حي يلقى الادبانتج فشايفين لوسيان بياخدها و شايفين ثلاثة ارباع الكريت اي دي سيز بياخدوها برضو ما عدري هذي صراحة انتندد من ريوت ولا لا بس بكل الحالات مر قويس ادحين احسن من اول ما فيها كلام اسنس ريفر سووولو لانه اندردوغ بعد ما التغييرات ما رجعوها رجعوه للدامج القديم زود الدامج حقوه من 60 إلى 65 الكل داود ردكشن ناو يونيك يعني كانوا عاملين غلطة تقدر تاخد اثنين اسنس ريفر و يشتغل اثنين فيها الكل داود ردكشن عدلوها هذا لا يحدث ابروش رموف فروستمانسي استراتيجي ناو يبغو يشيرو حاجة من الجيم ازير زودو الاتاك سبيد الكروث اتمنى اشوف ازير مرة ثانية انه ازير تقريبا هي ستشويتد انه يرجع للجيم بالاتاك سبيد شانج هذا بس لسه ما هيرجعو باقيلو كم تغيير بسيط نار زودو الارمر احتمال كبير برضو حنبدأ انا شوفوه بالذات بعد ما شعلو اه ارقوط هيكرم سوو بف على الكيو نقصو الماناكاست سوو نقصو الكولداون حق ال E ما حيرجعو ال game بس الى اللي يحب يلعب هيكرم ممكن هينبسط شوية بالذات بيقولولك we will give you more sustain في في الجنغل and we will give you more sustainable jungle وحن يعطيك capability انه تجلس فترة اه ما حايفرك شي ringer level 1 بيس damage E كان عندهم bug عدله W كانت تسوي prok لدامج زيادة شوية عدله virus هذي كلها bug fixes ما حايفة I don't care الصوت شالور تسترم ريزر ما ضروري مو ضروري هذي كلها W حقتها نقصوا المانا يبوي يدول شوية لف برضو عشان نرجعوا للجيم اختفى completely من الجيم ترندل First minion spawn هذي خلينا اشرحها حبتين في ال pro scene او في ال LCS تشوفوا ال strategy حقت والlane اول ما يدخل اللane اول ما يجي اللane المنينز على اللane كانوا ال proz يروحوا يوقفوا قدام المنينز ويجمعوهم بذات اللي يجعل اللane بدري يجمعوهم عشان يخلوهم يتأخروا شوية بعدين يروح على البوش فطبيعي كان على طول لما نسوي زي كده اللane حق ال enemy يسوي البوش عليك فتصير safe شوية وفي ال pro طبعا في ناس في السولو كيو بيسووها كثيرا الناس اللي يفهمين كيف يتعامل مع الكلام هذا فرايوت بيقول لك ما نبغى الكلام هذا يسير هذا كلام في دوتا اكتر منه ما نبغى الكلام هذا يسير فخليناهم ghosted ايش يعني ghosted يعني ما يسمعوا كلامك 28 ثانية يعني تقريبا اليهم ما يوصلوا للpoint اللي هي في نص اللي تقريبا فالghost يعني ما حد يجعل تسوي الكلام اللي تجعل تسوي اول بس بكل بساطة ارف changes i don't care i don't care sound view changes i don't care i don't care i don't care animation updates على الكيو gragas katrina lux كلو i don't care ranked هيفتحوا الجالنجر فتح في يوم 20 كان مقفل grandmaster فتح من اول دحين الرانك فتح طبعا كل الناس اللي في الجالنجر واللي في ال grandmaster بيشتكوا على اساس الناس كثيرة كانوا موجودين في في diamond 5 بسرعة لعبه وطلعوا ل grandmaster و they don't deserve to be in grandmaster المفروض انه دحين على الوضع يتحسن شوية ينزلوا كلهم بيطالبوا بانه بيصير reset مع split الجديد هذا بس ما اعظم ما ندريش ساير ما يرويت بيجرب الموضل الجديد هذا اول مرة والله اعلم في كل الحالات challenger انفتح للناس اللي تهمها ان شاء الله في المستقبل القريب مشه البعيد بالنسبة لي bug fixes don't care don't care ما شفت فالشي ضروري صراحة في bug fixes يعني كان عامل major difference نزلوا ال paper craft انيفيا ال skin مش بطال وال paper craft بالورق يعني بالورق و كده نكون خلصنا patch notes نسوي summary على السريع على السريع 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 كارتس نيرف على كيو لسه ما اطلع من القيم لوسين نيرف على ال W لسه ما اطلع من القيم ركس اي في الشكل سايلس و نيرف في نفس الوقت لسه حيبقى سيء نيرف مازال ممتاز orgo تخرج من الميتا ياسوى ما زال مرة كويس بان ندوه زد صار جدا ممتاز احتمال نشوفه كبير be afraid of him conqueror changes كل اللي لعبوا conqueror جالهم بف مباشر المفروض يوار 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 اكثر اسنس ريفر دامج زيادة spell thief والانشنت كوين تجيب gold زيادة و challenger فتح وسلامة هم وحسن وبكذا انكم انخلصنا باتش 9.4 اعاتكم الصحة والعافية جميعا نشوفكم ان شاء الله في الباتش نوتس القادم على خير انتوا طيبين و الى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة